السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بهارات النهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ بطريقة سهلة جدا بمكونات بسيطة هنبدأ بالمكونات نبدأ الأول بالبهارات معنا 3 معلقة صغرين ملح معلقتين بهارات لحمة معلقتين كمون معلقتين فلفل معلقتين زعتر ومعلقتين من المبريكا ومعلقة من الكركم وخمس فصوص حبان ومعايا كمان فنجان زيت وفلفل ألوان وكزبارة خضرة متقطعة ومعايا الخضار بصلاية كبيرة وطماطماية وقرنفلفل وجزراية وخمس فصوص توم حضرة بالبصل والطماطم والجزر والتوم في الكبة والفلفل الألوان والكزبارة برضو وأنا كنت طحنهم أو مقطعهم قبل كده بطحنهم بالشكل ده بحيس ان الخضار بتاعنا يبقى خشن ما يبقاش ناعم أو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وكزبارة وفلفل الألوان ولو ما عندك فلفل الألوان ممكن تكتفي بس بالفلفل الأخضر وبتزوديه كمان قرنف وبتحط البهارات كلها مرة واحدة والزيت وحطيت كمان رشة بسيطة من جسط الطيب ومعنا كمان معلاء كبيرة من المسترد وعصير لمونة كبيرة بقلب المكونات كلها مع بعضها شايفين الخلطة ما شاء الله شكلها جميل جدا وطعمها كمان جميل حيدي الفراخ طعم ولون جميل جدا ومعي الفراخ طبعا بتكون يغسلها ومنطفها كويس ونقعها في لمون وبتشطفها كويس وانا بحب بالنسبة للورك بافتحه كده بالسكنة من عند العظمة كده بالشكل ده عشان تتبل كويس وبتبلي الفراخ بتاعتك كويس وممكن تحط كمان شوية من الخلطة دي تحت الجلد كده زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو حتبلي الكمية بتاعتك كلها بالشكل ده وبقيت الخلطة بيحط عليها آآ لمونة كبيرة كده مقطعها شرايح بالقشر بتاعها وبصلاية كبيرة برضو مقطعها شرايح وبقلبها على الكمية اللي باقي من الخلطة بتاعتك وبحط الخلطة كلها وبفردها في الصينية اللي هحط فيها الفراخ ودخلها الفرن الخلطة دي جميلة جدا وبتدي طعم رائع رائع للفراخ ان شاء الله لما تجربوها مش هتعملوا غيرها بإذن الله وبترس الفراخ بتاعتك في الصينية بالشكل ده وبنغطيها كويس بورق سيلفر بحيس ان هي تبقى محكمة جدا علشان هنسويها آآ مش هنزوتها مية ولا حاجة هنسويها في عرقها كده بالمية اللي هتنزل من الخضار ومن الفراخ أهم حاجة تقفلها كويس جدا وبتكون مسخنة الفرن وبتدخلها الفرن على الأرضية بتاعت الفرن على نار تكون متوسطة بالشكل اللي انت شايفها كده يعني بتغلي بهدوء كده بحيس ان هي تستوى وما تشربش المية بتاعتها ولا تحتاج ان انت تزودها تاني بتصيبها في الفرن لحد ما تستوى خالص وبعد ما بتستوى بتشيلي ورقة السيلفر وبتدهنها كده بفرشة من السوس اللي نازل منها وبتصيبها لحد ما تتحمل شايفين ما شاء الله لونها رائع جدا جدا ورحتها وطعمها ما شاء الله ما شاء الله هتعجيبك جدا ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجيبكم شايفين اللونها ما شاء الله كان لها مشوية على الفعل اشبكم في امان الله واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته